المدرسة يعني تحب أن يتابع الأبناء ديالها الدرسة ديالهم في ظروف جيدة وأن تكون مخرجاتها جيدة لتأثير إيجابا على كافة مجالات الحياة إذن جودة المدرسة تقتضي الاشتغال على مجموعة من العوامل المؤترة فيها وفي عملها وأدائها ولعل من بين العوامل المؤترة في نجاح المدرسة وفي إضفاء العمل دياله بالجودة نجيد الجانب المرتبط بالموارد البشرية مما يقتضي الارتقاء به إذا الارتقاء بالموارد البشرية العاملة في الندرسة من أطور تدريس وأطور إدارية وأطور الدعم الإداري والتربوي يقتضي أن نشتغل على تأهيل هذه الموارد من خلال المدخل للتكوين تكون يكون إما أساس أو تكون مستمر وبالتالي لا بد من اختيار موارد بشرية تتوفر فيها مواصفات وكفايات معينة هذه المواصفات تكون مواصفات أيضا ذات جودة من خلال اعتماد مجموعة من المعايير هذا ليس فيه إقصع بل فقط فيه رغبات في الجويد رغبة في التحسين ديال العمل ديالنا ويكون العمل ديال المدرسة مطبوع بالمرضودي إذن لا بد من اختيار عناصر من مدرسات ومدرسين لهم رغبة في الاشتغال في هذه نظومة التربية والتكوين مثلا الحاصلين على الإجازة في التربية التي الآن أرصتها الجامعات إذن هذا الحاصلين على الإجازات لهم رغبة في الاشتغال في منظومة التربية وتكوينوا أيضا كل المترشحات والمترشحين الذين لهم مواصفات من حيث الميزات من حيث المتابعتهم للدراسة إذن هناك جاذبية في هذا القطع وهذه الجاذبية لا نجدها فقط في قطع التربية والتكوين بل حتى قطاعات أخرى حينما تضع مباريات لا بد أن تشتريطها مجموعة من ضرورة توفر مجموعة من الكفايات والشروط في المترشحات والمترشحين ليس إلا إذن بعيدا عن كل المغالطات فالأمر يتعلق فقط بشروط من أجل طبع المنظومة التربوية والمدرسة المغربية بالجودة هدفا في نهضات تربوية منشودة تتماشى مع المستجدات التي نعيشها رائعنا المتعلقة بتنزيل النموذج التنموي الجديد وكذلك أجراءت الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030 من خلال تفعيل مشاعر القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والذي يروم من بين ما يروم إليه الارتقاء بالموارد البشرية وتحفيزها وتتمينها فاختيار العناصر الجيدة المشتغلة في قطع التربية والتكوين هذا فيه تحفيز فيه تتمين للمجهودات فيه عمل جاد ليس إلا بعد أيضا عن المغالطة فحتى الاختيار حد السن قل من 30 سنة فيه إعطاء فرصة للتكوين المستمر وللتكوين الأساس بطبيعة الحال من أجل المساهمة في التجويد بعيدا عن كل مغالطات فأطور تدريس والحمد لله التي وجهها من هذا المنظر بتحية تبدو لقصار جهودها هدفا في الارتقاء بمنظومتنا التربوية ومن ثمة المساهمة في بنائنا المجتمعي وفي تطور كافة مجالات الحياة هناك مغالطات ستكون مغالطات وسوء تفسير ويكون تأويل سيلبي لمجموعة من الأمور وتخلط الأمور الحمد لله الأمور بخير وعلى خير الحمد لله المباراة ستجرى إن شاء الله في ظروف جيدة لأن كما قلت الهدف هو بلوغ الجودة هو إضفاء الجودة على مدرستنا المغربية من أجل المساهمة في تطور بلادنا على كافة المجالات والأصعيدة بمعنى كل ما يتم الاشتغال عليه الآن هو اختيار عناصر لها كفايات ترتبط بمهن التدريس لها رغبة في الاشتغال بهذا المجال الهدف هو أن تكون مخرجات المدرسة مخرجات جيدة تساهم في التطور المجتمعي بشكل نعم ترجمة نانسي قنقر